بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض ريفيجن على منهج الساينس للصف الثاني الاعدادي الريفيجن دي على الجزء اللي هو بتاع يونت 1 لسن 1 و 2 و يونت 2 لسن 1 خلينا كده نراجع بعض الاسئلة المهمة انا بحب دايما اعمل المراجعة دي لكل شهر طبعا دي مراجعة تمارس ان شاء الله يكون فيه برضو في ابريل وبعد كده الريفيجن انا جمعت لكم كل الاسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحانات في الملزمة دي الملزمة دي ملزمة مهمة جدا فيها اسئلة جاد في امتحانات قبل كده وهدف الفيديو ده جايز يكون طويل شوية بس هو هدفه الاول ان انت تفهم الاسئلة بتيجي ازاي لان في ناس كتير عندها مشاكل في الاسئلة و خلينا كده نمشي واحدة واحدة الملزمة فيها اسئلة scientific term انا يمكن ما حلش كل الاسئلة بس الاسئلة انا احلها هي مهمة معلش انا دي مقدمة طويلة شوية فمعلش يعني استحملوني عشان الناس تفهم الملزمة دي الملزمة دي فيها اسئلة اول نوع من الاسئلة هي scientific term و ال scientific term اساسي في الامتحان فيه حاجات ماينفعش ان انت تتلغبط فيها يعني فيه اسئلة ماينفعش ان انت تتلغبط فيها وفيه اسئلة جايز ينفع ان انت تتلغبط فيها تقولي ازاي مثلا الكلام ده احنا لما بنيجي نتدرب على الامتحان فيه حاجات لازم تكون عارفها ما تتلغبطش فيها زي السؤال مثلا اللي هو رقم اتنين بيقولي هنا ايه انا طبعا مش هامشي بالترتيب انا بس هدف الفيديو لان هو يعرفك الملزمة وكده كده الاجابات كلها موجودة وهتقدر ان انت تذكرها وتقفلها باذن الله السؤال number 2 ده بيكلم عن non audible waves whose frequency less than 20 hertz لازم تعرف ان احنا عندنا ثلاث انواع من الweaves احنا عندنا فيه sonic waves وفيه ultrasonic وفيه infrasonic الinfra sonic waves دي من 20 hertz الهيرتز اللي هو الHZ اللي هي unit بتاعت frequency فيه نوع اسمه sonic والsonic waves ده خلاص دي بتبقى من 20 hertz لحد وفيه ultrasonic دي بتبقى ايه بتبقى مور خلاص than خلاص ايه 20k مين اللي يقدر يسمع ال ultrasonic دي؟ عندك الدولفن و الدوجمس يقدر يسمعهم ده الhuman يقدر يسمعه طيب وبالتالي انا لما يجي في الامتحان السؤال يقولي less than 20 hertz انا لازم اقول له infrasonic ولازم اكون عارف ان ده ال infrasonic ايه؟ maximum displacement ده او متشوف كيمة maximum displacement ده الامبليتود ايه هو امبليتود اصلا يا مستر؟ الامبليتود دي هي عبارة عن ايه؟ الامبليتود دي عبارة عن اقصر ارتفاع انت بتوصله في الموجة بتاعتك يعني انت لو مثلا عندك transverse wave وبالمناسبة دي خلينا نشرح يعنيه transverse و longitudinal الموجة لما بتكون كده دي اسمها transverse wave الشكل ده اسمه transverse wave لما بتكون الموجة بالشكل ده كون فيه حتة قريبة كده وحتة بعيدة وبعدين حتة قريبة وبعدين حتة بعيدة وبعدين حتة قريبة وبعدين حتة بعيدة القريب ده بنسميه compression والليس دينست ده اللي بيبقى قليل في الدينست ده بنسميه rarefaction كنا بنتكلم على فكرة اعلى ارتفاع انت توصله دايما اللاين ده اللاين ده ده اللاين بيبقى بتاع الامبليتود يعني مثلا لو مكتوب هنا ثري فالامبليتود هنا بثري وبالمناسبة القيمة دي اسمها كريست فانت تيجى عند كريست كده وتعرف الرقم ده تعرف ان ده الامبليتود ماشي خليه نرجع تاني ماكسل اسميه من الامبليتود نقطة يمكن ما قلنهاش في الشرح او ما تكلمناش عنها في الشرح هي ميجرينج يونت اوف نويز انتنستي النويز انتنستي اليونت بتاعته اسمها اه وات بير ميتر باور تو يكتب كده وات وات بير ميتر باور تو الوات بير ميتر باور تو ده هي اليونت بتاعت الانتنستي طيب يبقى انا يمسنا عندي اسئلة كتير في الملزمة دي انا هدف الفيديو ندردش مع بعض وناخد الاسئلة اللي هي ممكن تحياركو وممكن انت تتلغبط فيها واحد من ضمن الاجهزة المهمة اللي هو انا طبعا مش ماشي بالتكتيب انا بس اديك شوات افكار كده tool is used to determine pitch of unknown sound او unknown tool كلنا اخدنا جهاز اسمه سافرت ويل جهاز سافرت ده كان عبارة عن جهاز بيكون فيه تروس دائرية كده وكل ترس بيكون فيه سنة خلاص السنة دي اللي يالتيف اللي يالسنان سنان يعيتيف وكان هدف الجهاز ده ان يحسب حاجة اسمها frequency وكان رمز ال frequency df وقال لك ايه لو انت حطيت متال بليت هنا لو انت حطيت حتة حديدة هنا والجهاز ده بدأ يلف كل ما فيه سنة تعدي تعمل تكة والتكة تعمل ايه بعدها تكة تانية في يطلع صوت السود ده ليه frequency ليه تردد ال frequency دي بنيديها رمز F وكان فيه قانون اسمه قانون سافرت انا كل ده باخد السؤال واكلم عنه شوية قانون سافرت ده بيتحسب ازاي عشان تحسب ال frequency يقول لك احسب لي number of cycles وده اداله الرمز دي ركز معي time number of teeth وده هيدي له رمز ان divided time وده اداله الرمز دي ايه يا مستر القانون ده ده القانون اللي انت هتحل بيه اي مسألة سافرت خليني الاول ارجع جاوب السؤال اللي احنا كنا بنتكلم عنه وهروح اخد مسألة tool used to determine pitch of unknown tune ده اسم سافرت ويل طب انا بقى هسيب ده كله وهروح طبعا الملزمة هتحملها من اول من التعليق او في صندوق الوصف ومعنديش مشكلة كده كده هتحلها لانها كبيرة مش هنقض نحلها في الفيديو كله بس انا عشان اعرفك ازاي تحسب مسألة سافرت في الطبيعي ان مسألة سافرت زي دي مثلا تيجي لك ويقول لك احسب الفريكونسي فلو هو طالب الفريكونسي هيديك في المسألة ال d اللي اسمها cycles وهيديك ال n اللي هي التيف وهيديك ال time طب انا يا مستر مادنيش في الامتحان الكلام ده وكان طالب مني number of teeth لو الحتة دي تكتست فيها هتفتح لأي مسألة ساعتها ال number of teeth ليه قانون number of teeth n بص بق انا عشان اجيب الفاكتور ده بقوا مخرج ال time برا time بالفريكونسي بالفريكونسي فاقول له فريكونسي اللي هي F بالتايم اللي هي T ما هيديه مسألة ماثماتيكس ديفايدد مين؟ ونزل اللي كان تايم ده نزله ديفايدد اللي هو الايه دي ديفايدد نامبر of cycles بليك فاكر الكلام ده divide the number of a number of cycles انا من هنا هبتدي حيل المسألة وانا هامش معك واحدة واحدة وانا بشرح بالراحة القانون الاساسي بيقول انه فريكونسي الفريكونسي عشان تحسيبها بتحط d a d number of cycles time of teeth divided time طب انا عاوز number of teeth المسألة تانية خالص بتقوم بخرج ال time برا وبتعمل القانون الجديد ده frequency by time divided cycle تعال نحل المسألة المسألة بتقول calculate number of gear teeth of suffered wheel if musical tunes similar to frequency of an emitted tune 160 hertz كلمة 160 hertz دي معناها الهرتز ده اللي هو ال f و ال velocity بتاعة ال velocity of 960 cycle دي بدي in 3 minutes طبعا احنا مش بنشتغل that time احنا مش بنشتغل بال minutes احنا بنشتغل بال seconds وبالتالي يقول لك ايه يقول لك اول خطوة تعملها ان انت تحول ال time ده ل second فهتعمل 3 طبعا انت عارف من دقيقة لثانية 3 times 60 equal خلاص 180 a second اول خطوة تعملها انت تحول ايه ال time ثاني حاجة هو عاوز number of teeth كنا خدنا القانون بتاع number of teeth اللي هو ال n يعني بيساوي لو تفتكر بقى frequency time طبعا لا نسكتلك القانون كله في الامتحان انا بس ما اختصر الوقتي by time divided a divided the d لو انت فكر اللي هي ال number of cycles خلاص وساعتها هتحسب frequency عندك بكام انت هتشوف الحل بقى وتحسبه تحطت frequency time cycles تعال اوريكي الاجابة عشان اشرحها لك اهو اجي الاجابة بيقول لي ايه انا مش فاكل السؤال ده كان كام بس غالبا هو كان في الاول غالبا هو ده اه هنا هو لا مش هو ده السؤال اه هو السؤال ده عمل ايه في الاول كتب القانون اللي هو اصلا القانون الاساسي ان frequency equal d time n اللي هو d time n divided t كنت عاوز number of a of df فانا عملت ايه هو هنا حل انا حلتها ازاي او حلها ازاي حطينا ارقام زي ما هي يعني قالك ال f مش احنا قلنا ال f هي بتساوي 160 و ال ال d ب 960 و ال time ب 180 قال لي number of teeth بتساوي ال f هي time ال f time in sorry time t f time t divided a divided divided d divided d اللي هي اصلا كانت ايه كانت فوق دي زي ما احنا كنا حسبناها ايه من شوية فانا لما بيجي لي مسألة number of teeth بعمل ايه بكتب القانون اهو وبعدين انا عاوز number of teeth تحسب ازاي انا عشان احسبها بخرك ده بره بوي اهو يبقى 600 times 60 divided mean divided cycle اللي هي d يعني اكدنا القانون ده اللي انا عاوز اكتبه لو انا عاوز اكتبه هيكون ال f اللي هي دي time t او by t divided mean divided d اللي هي الايه السيكل ده كده يحسبلك ال n لو عاوز تكتب ده لو انت عاوز تكتب ده لو انت عاوز تكتب ده وتحل باي قانون حل بيه ان ال n بتساوي f time t divided e اصله هو اللي بيجي في الامتحان اغلب الاسئلة بتيجي على number of teeth يعني اغلب المسائل اللي بتيجي على number of teeth انا عارف ان جزء المسائل هو اكتر جزء ويلاخباطكو فعلشان الاخصليك القصة دي كلها وعشان تكتب الكلام ده ورايا لو انت عاوز لو انت عاوز قانون ال f لو هو في الامتحان طالب منك ال f فال f بتساوي d time n divided t اللي هو cycles time the teeth number of teeth divided time انا عاوز ال n بتعمل ايه هتبقى ال n دي بتساوي طلعلي t برا يبقى f time t او by t divided a divided d او بطلع ال f ال t دي برا وتعمل divide t طب افرد انا عاوز على جنبه افرد انا عاوز ال d طب ما هي هي هتخرج ال t برا وتعمل divide mean divide the n يبقى هنا ال d هتساوي ايه هتساوي f time time ال f time t divide the n انت لو فهمت اللقطة خلاص طيب افرد انا عاوز ال t قاليني بقى ايه انا مش هسبكو الا ما تفهم الحتة دي القانون الاساسي بيقول f time n اللي وال cycles time n divided t انا عاوز ال t انت عاوز ال t تطلع ال t ودخل ال f ما كانا يبقى t بتساوي ال t بتساوي d time n زي ما هي فوق بس هتبدل ال t مع ال f ده القانون بتاع ال t طب لا انا عاوز ال n ال n هتساوي زي ما قلنا قبل كده طلع ال t مع ال f f by t divided mean divided d لا انا عاوز انا عاوز مش عاوز ده كله انا عاوز احسب ال d طب طلع ال t مع ال f خلاص d equal t by f سوري معناش ال f by t divide the end اهمت الفكرة اكتب 3 قوانين دول او اكتب ال 4 قوانين اللي قدامك دول ده القانون الاساسي خلاص ده القانون اللي هو الاساسي ده اللي هو رقم واحد ده قانون رقم اثنين لو هو عاوز ال time ده قانون رقم ثلاثة لو هو عاوز ال number وده اهم واحد ده اهم واحد frequency by time divided d بس تخليك ان ال time هنا بي ال second وده قانون الرابع اللي هو بتاع ال cycles لو هو عاوز ال number of cycles خلينا ننجح تاني للملزمة ده تخلص تعالي الحل سؤال من اهم الاسئلة اللي بتيجي ومن اسهل الاسئلة ان ال amplitude يقولك حسبلي look at the opposite figure وحسبلي ال amplitude ال amplitude هنا ب 2 seconds ال amplitude هنا ب 2 سنتي فأنت أول حاجة تساوي 2 سنتي خب بقى قعدة لا تساوي شيء بالسنتي لا تساوي شيء بالسنتي حولها دائماً يعني عمله بالسنتي كده وحولها دائماً لميتر انت عارف السنتي لميتر بتاين ديفايد 100 يعني يطلع بيساوي كم بيو بوينت غالباً 2 ميتر ستقول لي مثلاً ليه خدها قعدة الأمبليتود والويف لينث اللي يالندا دول دايماً بالمتر دول دايماً بالإيه بالمتر طيب رقم 2 بريدك تايم عاوز يحسب بريدك تايم ايه هو البريدك تايم ميستر It is the time taken to cover one أو to make one complete description طيب ادي الone complete description بعرف ازاي الone complete description ادي واحد اتنين هم اربع حركات واحد اتنين ثلاثة أربعة دي بوينت فور فالبريدك تايم تساوي 0.4 0.4 ايه بقى؟ ثلاثة طيب اتنين اتنين خدها قعدة الفريقونسي أو number 3 بقى الفريقونسي ايه one over period time one over period time one over period time بساوي one over period time فانا عملت ايه انا عملت ايه انا روحت حسبت الاول الperiodic time وقلبت الperiodic time قلبت الperiodic time جاب لي the frequency دي مسألك برضو بيقول لي كالكوليت فريقونسي الله انت عاوز الفريقونسي الاف بتساوي دي تايم ان ديفايد تي انا حافظ القانون حط الارقام وخلاص بس خلي بالك ان تو مرد بتحول لساكند وانا كنت اتركوا الاربع قوانين ارجع تاني في الفيديو وبارجع شوفه هنا مسألة عاوز الوافلانث هنا القاعدة بتقول ايه ان الوافلانث يتزال دستانس بتوين تو كريس بس هنا في غلطة كل الناس بتغلط فيها ان يروح يكتب لك المسافة 15 سنتي ويمشي غلط لازم تحولها المتر الوافلانث بالذات لازم تحول المتر 15 ديفايد 100 تطلع غالبا انا مش عادي حساب الزبط بس غالبا تطلع ايه 0 بين 15 لو انا متغلطان يعني متر طب الفريقونسي يا مستر خد بالك ان الفريقونسي هنا تقدر تحسبها بكذا طريقة بمعنى ايه الفريقونسي هي عبارة عن النامبر ديفايد تي يعني انت عندك قانون اصلا بيقول ايه بالصورة رقم اثنين ان الاف ايكوال ان ديفايد تي يعني ان ديفايد تي شوف النامبر وشوف التايم يعني روح مثلا كده دي كده هو ده نمبر كامي يعني النامبر هنا كامي النامبر هنا وان ايه كده وان هي وان ويفا هي التايم بتاعها كام التايم بتاعها وان فالنامبر انا خدت موجة وكان الوقت بتاعها كام كان الوقت بتاعها فور الوقت بتاعها كان ايه كان فور طيب يعني يعني الفريقونسي بكوارتر هيرتز طيب الامبر تيود ببوينت سري واتحولها لديفايد وان هندرت تحسب المتر طيب البريد تايم البريد تايم انت هنا مش بحتاج اي حاجة البريد تايم هو التايم بتاع اهي مش احنا قلنا ان الفيقونسي وان افر فور طب ما احنا عارفين ان ان الفيقونسي هي وان افر براء تايم فالبريد تايم هي بتايم تايم 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 بحوث اللي هو التايم بتاعها واحدة خلاص؟ مسألة سهلة وكان جدا ولو في حاجه ارجاع تايم شفها فيمو لحظة هنا ان عاوز يحسب الويفلانس وهنا مديني ما بين الفرست والثيرد وده سؤال متعارف عليه يقول لك إيه؟ The distance between third compression and fifth compression من الثالث للخمس، طب ما أنت هتعمل divide two؟ أنا هنا هل الويفلنس هو من دلدة؟ إحنا الويفلنس معروف أنه هو من دلدة من حتة لحتة من كريست لكريست أو من طرف لطرف فأنا هعمل هذا divide two فلما تيجي تحسيبلي الويفلنس اعمللي 60 divided two يطلع لك 30 seconds وحوللي بقى سوري آه هي من دهلي بالمتر خلاص معلش يبقى 30 متر عملنا 60 divided two إدانة إيه؟ إدانة 30 متر وهم الدالب بالمتر مش محتاجة أحولها يبقى كده أنا نحصات الويفلنس هنا ب 30 متر عشان عملت divide two طيب إيه ثاني؟ عاوز يعرف الفريكنسي؟ الفريكنسي يا جماعة هي عبار عن فأنا هعد واحد اثنين دول اثنين والتايم كام والتايم 0.04 فأنا هقولون فأنا هقولون فأنا هقولون فأنا هزبته واحدة اثنين والتايم 0.04 يطلع رقم يطلع كام بقى أنا مش معايك الكوليتور لازم معايك الكوليتور لا يطلع رقم واكتب جانب هرتز نفترض سيطلع مثلا أي حاجة أنا مش عارف سيطلع كام بسرعة رقم مخالص والويفلنس هنا لاندا أنا لسه حاسبها الويفلنس دي ب 30 متر عاوز يعرف الفي الفي اكوال اث تايم لاندا وتحسب لي ايه وتحسب لي بمناسبة القانون ده في مسألة في الملزمة على فكرة والله العظيم عاوز اقول لكم الملزمة دي هدية دي هدية يعني انت لو حلت الملزمة دي مش هيخرج منها ان شاء الله اي امتحان على الجزء ده لويون اتوان وليسون اتوانين مسألة في اللي تشوز بتقول لي sound waves of frequency 400 هرتز ايه الفريقونسي 400 هرتز الفريقونسي 400 هرتز and wavelength 85 سنتيمتر اخسب الفيلوستي احنا عارفين ان القانون بالفيلوستي بيقول ان الفي اكوال اث بايلاندا اي واحد منطقي اي واحد هيروح يعمل ايه يقول لك طيب يا مستر ادل اف بربع ومية وادل لندب 85 احسب يا ابني غلط غلط لازم تحلل الاول لازم تحول الاول السنتيمتر لميتر يعني 85 دي تعملها divide 100 عشان تحولها لزيلو بوينت 85 وتشتغل على الرقم ده لانك ما ينفعش تشتغل بالسنتيمتر مع الوافلينس فهتقول له ايكوال الفور هندر اللي هي بتاعت ال اف 0.85 لاننا حولتها المتر وساعتها تتطلع 340 متر بر سكند الرقم ده بقى ما يفكركش بحاجة 340 متر بر سكند ده ال speed of a sound in air في العموم في اسئلة في الملزمة كتير و انا مش عاوز و انا مش عاوزة اطول عليكم لان ساعات تشتغلوا من موضوع طول الفيديوهات بس في اسئلة انا عاوزة اقول لكم عليها سؤال مثلا زي 13 درقم sound frequency 200 هيرتز بيكون ايه than 100 هيرتز يعني ايه كلام ده يا مستر احنا خربنا قعد in pitch اللي هي الصوت او اللي هو الحاد او الخشن يعني الصوت الخشن او الصوت الرفاية الصوت الرفاية او اللي هو الحاد زي صوت مثلا العصفورة ده بيكون high في ال frequency عنده pitch عالية بيكون sharp كلمة عالي في ال frequency يعني sharp حاد فهو 200 هيكون علاقته بال 100 ايه انه هو sharper sharper عشان هو اكتر في ال pitch التعته اكتر في ال frequency التعته اللي هي القودة قاعدة هيجي لك السؤالة في الامتحان يقول لك هو ايه الساوند اللي مية علاقته بال 50 اقول له sharp ولو مش فاهمها ارجع لل pitch هتلاقي ان ال pitch اللي هي علاقة بال frequency كل ما اللي فيكم انزيد ال pitch ايه زيد بقى الاسئلة اسئلة جميلة وسهلة وامهمة جدا هستنى منكو التعليقات على منذ ما فيه وفي واتهابا ولو أنا وقعدت للصبح أحلام معاكم والله إن شاء أنا بتماني نعود معاكم والله كتير بس لو حبيين نوعية الفيديوهات دي أكتر اكتبوا لي في التعليقات وأنا هحاول عمل لكم فيديوهات أسئلة كتير وندردش مع بعض أنا كنت مبسوط جدا معاكم في الفيديو ده وبعتذر على الإطالة ولو حبيين نوعية الفيديوهات دي أكتر وأكتر وعمل لكم في إبريل برضو مراجعة زي دي والعوزين أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو باتمنى لكم كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر أحمد البشر